بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة ما هي آيات الاستهزاء في القرآن الكريم؟ الحقيقة الجذر اللغوي هزاء بكل مشتقاته تكرر 34 مرة غالبا الآيات تتحدث عن استهزاء غير المسلمين وغير المؤمنين بالذين آمنوا يستهزئون بالله بآياته برسوله بالقرآن بالصلاة يستهزئون بالأنبياء بالرسل هذه الآيات التي عددها 32 آية هناك آيتان ورد فيهما الاستهزاء مرتين فالمجموع كله 34 ولكن الآيات 32 ما هي أو ما هو الإجراء العمل لهذا الاستهزاء؟ يعني الله تبارك وتعالى عندما يستهز يتحدث عن استهزاء المشركين والمنافقين والمشككين نجد دائما الآيات تتحدث عن عذاب الله يوم القيامة عن الخسران في الدنيا وفي الآخرة فقط لذلك أيها الأحبة غالبا غالبا ما ينتهي الاستهزاء بشيء سيء يحيط بصاحبه بمن يستهزي دعوني فقط أحببت أن أتأمل معكم هذه الآيات لأننا حقيقة أحبة في الله نجهل الكثير من القرآن هذا القرآن هو كلام الله هو الكلام الذي سنسأل عنه أمام الله يوم القيامة عندما يقال لنا كما قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وقال الرسول يا رب إن القوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا دماغك يخزن ملايين الأرقام آلاف السلع من حولك تحفظ أسعارها وأرقامها وكذا 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 هناك أشياء معلومات في القرآن كيف ستقابل الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وأنت جاهل بكلامه فهذه مناسبة أيها الأحبة نتعرف على هذه الآيات التي فيها استهزاء وكيف أشار أو كيف تعامل القرآن مع المستهزئين الآية الأولى وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم إذن استهزئوا بالمؤمنين الله يستهزئ بهم سبحان الله أنظروا إلى المعادلة الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون إذن الذي يرده الله ولسنا نحن لماذا لأن مهمتنا تبليغ هذه الآيات ومن الطبيعي أن المشكك والمنافق والملحد من الطبيعي أن يستهزئ هذه سنة الكون مثلا قال قوم موسى قالوا أتتخذنا هزوا عندما أمرهم بذبح البقرة قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين الآية الرابعة يقول سبحانه وتعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله الخطاب للمؤمنين إياك أن تستهزئ بآيات الله سبحانه وتعالى الآية الخامسة وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا كم من مشهد رأيته على الإنترنت منافق وكافر ملحد وأحد الذين ينتسبون للديانات غير الإسلام ظاهريا ولكنه منافق طبعا منافق لهم يجتمع الملحد والمنافق معا سبحان الله ليستهزئوا بكلام الله لذلك قال الله سبحانه وتعالى ستجتمعوا ستجتمعوا في الآخرة أنت أيها الملحد وأنت المنافق ستجتمعان معا في نار جهنم والعياذ بالله إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الاستهزاء قضية خطيرة جدا أيها الأحبة ولكن الله هو الذي يرد والله تبارك وتعالى هو الذي يعذب الآية السادسة خطاب للمؤمنين يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين إياك أن تأتي لشخص يستهزئ بالنبي ويستهزئ بآيات القرآن وتتخذه قدوة لك وتتخذه وليا لك إذن أيها الأحبة هذا الأمر ينبغي أن يكون واضح وجالي بالنسبة لكل مؤمن أنت تؤمن بالله لا تتخذ هؤلاء الذين يستهزئون بالدين لا تتخذهم أولياء من دون الله الآية السابعة وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون بالفعل هم لا يعقلون الآية الثامنة فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون كما نرى يعني أنا أريد أن أرد من خلال هذه الآيات على أولئك المشككين والملحدين الذين يجتمعون مع بعض ليقولوا أن الإسلام يأمر بالعنف والقتل أين العنف في هذه الآيات؟ أنا سأقرأها واحدة واحدة الآية التاسعة ولقد استهزئ برسل من قبلك ما هي النتيجة؟ فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا يستهزئون أحاط بهم هذا المكر والاستهزاء وخسروا الدنيا والآخرة الآية العاشرة يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون الآية إدعش ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ طبعا الآية 12 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 13 ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقب؟ اختصاص الله هو الذي يرد لاحظوا أيها الأحبة الآية 14 وما يأتيهم من رسولا إلا كانوا به يستهزئون 15 إنا كفينك المستهزئين الله هو الذي تكفل وتعهد أن يكفي هذا الحبيب عليه الصلاة والسلام كل مستهزئ ولكن بالطريقة التي يريدها الله ولسنا نحن وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 16 17 سبحان الله المرة 16 تأتي في سورة النحل التي رقمها 16 هذه لطيفة عددية فأصابهم سيئاتي ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 17 واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوة 18 واتخذوا آياتي ورسلي هزوة 19 وإذا رأك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون لاحظوا أيها الأحبة لا يوجد عنف في الآيات أبدا عكس ما يدعيه هؤلاء المشككين الآية 20 ورد الاستهزاء مرتين في سورة الأنبياء ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون الآية 21 سورة الفرقان وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسول صلى الله عليه وسلم يستهزئون به عليه الصلاة والسلام الآية 22 فقد كذبوا فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون ثلاثة وعشرين ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون 24 ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين نحن أيها الأحبة تحدينا في لقاء السابق تحدينا الملحدين أن يأتون بآية واحدة تحرض على العنف ولم يأتون وأنا الآن أستعرض أمامكم كل الآيات التي ورد فيها لفظ الاستهزاء كما تلاحظون ليس فيها أي عنف الآية 25 سورة ياسين يا حسرة على العباد يعني فعلا حال الذي يدعو للشفقة يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون الآية 26 وبدأ لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون آية 27 وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون 28 وما يأتيهم من نبيا إلا كانوا به يستهزئون إذن هذه سنة كونية كل الأنبياء استهزئ بهم آية 29 وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين أين العذاب مهين في الآخرة الآية 30 وبدأ لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون إذن دائما نجد أن الفعل السيء والمكر السيء والاستهزاء يحيط بأهله يطوق صاحبهم الآية 31 ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم يوم القيامة لا يخرجون منها من النار ولا هم يستعتبون ليس لديه أي فرصة حتى للمناقشة سبحان الله سبحان الله الآية 32 وهي الأخيرة وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أيها الملحد الذي تقول إن الإسلام يحرض على العنف قرأنا كل آيات الاستهزاء في القرآن أين العنف كلها تقول لك هذا الاستهزاء سوف يوقع بصاحبه في نار جهنم إذن أيها الأحبة لا تصدق كل ما يروج له الملحدون لأن الملحد حقيقة موجه فكريا كيف يعني موجه فكريا يعني في دماغه فكرة مسبقة أو أن دماغ هذا الملحد يعمل بطريقة غير صحيحة يقرأ الآية وهو يفكر كيف يكذب هذه الآية لا يقرأ الآية ويفكر بما فيها من علم من حكمة من حقائق لا هو تفكيره دائما يعمل على التكذيب ويعمل على الاستهزاء ويعمل على تشويه الحقائق لذلك من أراد أن يعرف الإسلام حقيقة فليقرأ القرآن دعوني من سلوك المسلمين ودعوني مما موجود في الكتب من روايات تاريخية باطلة ودعوني من كل هذا الكلام القرآن أمامنا بالإضافة طبعا لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة والمتواترة لم تجد حديثا واحدا يحرض على العنف ولا آية واحدة تحرض على العنف إذن الإسلام يتعامل مع من يخالفه بالرحمة واللين على أمل أن يهتدي إلى الله سبحانه وتعالى وهذا لا يمكن هذا الأمر لا يمكن أن يصدر من بشر لأن البشر لديه طاقة محدودة لو كان النبي عليه الصلاة والسلام بشرا عاديا ليس نبيا أو لو كان كاذبا في دعوته إذن سوف نجد كتابه يمتلئ بالانتقام بحب الانتقام لأن الإنسان هكذا ضعيف يحب أن ينتقم ولكن عندما نجد القرآن العظيم مليئا بالرحمة والموعظة ويعني أنظر يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا بي يستهزئون هو مشفق عليهم يريد لهم الخير يريد أن ينبههم إلى خطورة ذلك اليوم خطورة عذاب النار نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا من عذاب النار وأن يهدي كل ملحد وكل مشكك بهذا القرآن أن يهديهم إلى طريق الله سبحانه وتعالى عسى أن تكون هذه الحقائق وسيلة يروا من خلالها نور الإسلام وعظمة هذا الدين الحنيف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر